أعلنت الخطوط الملكية المغربية لارام عن إلغاء رحلات جوية يومي 7 و 8 من مارس الجاري من وإلى العاصمة الفرنسية باريس وذلك بسبب إشعار بإضراب بالوظيفة العمومية في فرنسا ومن أجل الحد من تأثير هذه الإلغاءات تواكب الخطوط الملكية المغربية زبائنها من خلال نقلهم إلى رحلات جوية أخرى بحيث أن زبائن الذين يتوفرون على عنوين وأرقام متاحة للتواصل في ملف الحجز الخاص بهم سيتلقون رسائل عبر البريد الإلكتروني وأخرى نصية تؤكد إعادة جدولة رحلتهم وأشار المظر ذاته إلى أن بالنسبة إلى أي تغيير في الوجهة فإن الفرق المحتمل في الرسوم يتحمله الركب وتدعو العرام الركاب الذين تم إلغاء رحلتهم أو الذين لم يتلقوا تأكيدا بإعادة جدولة رحلتهم عدم الذهاب إلى المطار والاتصال بنقطة البيع الأولية أو بمركز العرام للاتصال من أجل تأكيد رحلتهم البديلة أو الاستفادة من البدائل السالفة الذكر اشتركوا في القناة